أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن جميع المواطنين في مملكة البحرين سواسية في الحقوق والواجبات والحكومة لا تستادف مواطنيها إلا بالخير ولا تعمل إلا لصالحهم لكنها لا ترضى عن أي ممارسات يجرمها القانون كالتحريض على الإرهاب والعنف وبث روح الإنقسام وتكريس الطائفية سموه أكد أنه من حق الحكومة ضمان الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولة تجر البلاد إلى أي منزلق يقوض أمنها واستقرارها أو يعرض السلم الأهلية فيها مؤكدا سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تطور حقوقي وديمقراطي في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لا ينكره إلا أعمى بصيرة أو صاحب غرض بغيط ضد البحرين محذرا سموه من التقارير المغلوطة التي تستغل المنظمات الدولية للإساءة للبحرين أو للتقليل من منجزاتها ومكتسباتها الحقوقية والديمقراطية هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم عددا من كبار المسؤولين حيث أكد سموه أن إنجازات البحرين تتحدث عن نفسها رغم محاولات البعض اليائسة للتقليل من شأنها حتى سموه على ضرورة أن يضع الجميع نصب أعينهم المصالح الوطنية للحفاظ على مكانة البحرين وأن تطلع مؤسسات المجتمع المدني بدورها في الدفاع عن مصالحها وعما حققته من إنجازات ومكتسبات في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدة ونبه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء محذرا إلى أن هناك تعاونا مريبا ضد مصالح الأمة العربية وتحالفات غربية أو غريبة للنيل من وحدتها ما يستوجب وقفة عربية موحدة لحفظ مصالح الأمة